موسيقى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم سورة الدخان الآية 1 إلى الآية 8 هي ليلة ربانية بكل المقاييس هي ليلة بركة وليلة قرب وليلة ذكر وتهجد هي ليلة القدر التي قال فيها ربي سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من الف الشهر وكما أخبرنا سيدي الشيخ محمد فوج الكركري قدس الله سره عن هذه الليلة أنها ليلة فيها تكتب الأقدار التي تأتي في السنة المقبلة إن شاء الله ولذلك وجب على المريد وعلى المسلم أن يتحرى هذه الليلة بالذكر والقيام والتهجد مع عقد نية في قلبه نية يعني طلب من المولى عز وجل الذي سيجليه له يعني في السنة المقبلة وعلى قدر الطلب وعلى قدر الهم ما تكون الإجابة فلذلك وجب على السالك أن أول ما يكون يعني في باله هو طلب القرب وطلب الرضا وطلب شهود جمال المولى عز وجل في كل وقت وحين وخير الدعاء في هذه الليلة كما قالنا الحبيب عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فاللهم عفو عنا بعفوك يا رب اللهم تقبل منا اللهم بلغنا ليلة القدر بقربك وبحبك وبشهود جمالك في كل وهلة يا حي يا قيوم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته